حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن الاشج عن عامري بن سعد عن سعد عن خولة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يضعن منه حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الاشج عن عامري بن سعد عن سعد عن خولة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك حسنا حجاج قال اخبرنا ليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن الحارث عن يعقوب بن عبد الله حدثه انه سمع بصر بن سعيد يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول سمعت خولة بن تحكيمين السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك حسنا ابو معاوية قال حدثنا حجاج عن الربيع بن مالك عن خولة بن تحكيمين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره في منزله ذلك شيء حتى يضعن عنه حسنا عفان حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الاشجي عن سعيد بن المسيب عن سعد عن خولة بن تحكيمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا نزل منزلا قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه حسنا محمد بن يزيد عن حجاج ويزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج عن الربيع بن مالك قال قالت خولة بن تحكيمين قال محمد بن يزيد امرأة عثمان ابن مضعو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين ينزل منزلا فيقول حين ينزل اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقال يزيد ثلاثا الا وقيا شر منزله ذلك حتى يضعن منه دثنا وكيع عن سفيانا عن علي بن زيدي بن جدعنا عن سعيدي بن المسيبي عن خولة بن تحكيمين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى ينزل الماء كما ان الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل حتنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت عطاء الخراساني يحدث عن سعيدي بن المسيبي ان خولة بن تحكيمين السلمية وهي احدى خلات النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل حتنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن ابن ابي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت المرأة الصالحة خولة بن تحكيمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا احدى ابني ابنته وهو يقول والله انكم لتجبنون وتبخلون وانكم لمن ريحان الله عز وجل وان اخر وطأة وطئها الله بوجه وقال سفيان مرة انكم لتبخلون وانكم لتجبنون حتنا عبد الله بن محمد وسمعته انا من عبد الله بن محمد بن ابي شيب تحدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن خولة بنت حكيمين قالت قلت يا رسول الله ان لك حوضا قال نعم واحب من ورده علي قومك حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن يحيى بن سعيد عن يحنس ان حمزة بن عبد المطالب لما قدم المدينة تتزوج خولة بن تقيسي بن قهد الانصارية من بن النجار قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور حمزة في بيتها وكان تحدثوه عنه صلى الله عليه وسلم حدث قالت جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت يا رسول الله بلغني عنك انك تحدث ان لك يوم القيامة حوضا ما بين كذا الى كذا قال اجل واحب الناس الي ان يروى منه قومك قالت فقدمت اليه برمة فيها خبزة او حريرة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يده في البرمة ليأكل فاحترقت اصابعه فقال حسي ثم قال ابن ادم ان اصابه البرد قال حسي وان اصابه الحر قال حسي حسنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري ان عمر بن كثير ابن افلح اخبره انه سمع عبيد سانوطا يحدث انه سمع خولة بن تقيس وقد قال خولة الانصارية التي كانت عند حمزة ابن عبد المطلب تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة بيته فتذاكروا الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا خضرة حلوة من اخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى لها